موسيقى اللجنة المالية البرلمانية تكشف عن موعد التصويت على قانون موازنة اللجنة المالية البرلمانية تتوقع موعد التصويت على الموازنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة سجاجن قال أقوم على المشاهدة فيديو بالكامل كشفت اللجنة المالية البرلمانية اليوم السبت عن موعد التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023 فيما أكدت وجود اتفاق سياسي على ذلك وقال عضو اللجنة المالية جمال كوتشر بعد انتهاء التطعيد الفطر ستعاود اللجنة المالية البرلمانية مناقشة الملاحظات على قانون الموازنة وستكون هناك مفاوضات ما بين الكتل حول فقرات الموازنة وكذلك العجز المالي فيها وبين كوتشر ان التصويت على قانون الموازنة سيكون في نهاية الشهر المقبل وهناك اتفاق سياسي على هذا الامر بين كافة الكتل البرلمانية داخل البرلمان وسنعمل على تخفيض العجز المالي في الموازنة لمنع حصول الى تبعات اقتصادية على اثر العجز الكبير الحالي في القانون وكان مجلس النواب انهى الاحد الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ومن المرجح عرضها على التصويت بعد عطلة عيد الفطر يشار الى ان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قال الخميس الماضي انه خلال ايام بنهاية هذا الشهر ستمضي كل الامور بصورة صحيحة بشأن الموازنة مضيفا ان الحكومة ستقدم كل التسهيلات والمساعدة التي تمكن اقليم كردستان ومواطنيه في ان يستمروا بحياتهم الطبيعية ترجمة نانسي قنقر